الدولة المصرية بتصرف رواتب تقريبا 412 مليار جنيه راتب بس عندنا وزارة الطيران شركة مصر الطيران اللي بلغت خسائرها عام 23 22 23 29 واربعة من عشرة مليار واعلنت عن بيع طائرات تم شراءها وقالت انها مش مناسبة للاجواء المصرية كأن الاجواء المصرية تغيرت فجأة ومعركناش ايه اللي غير الاجواء المصرية بقت الطيرات مش مناسبة ومين اشترى الطيرات دي اللي هي فكرة خلونا نفهم احنا مش فاهمين لكن الغريب والكلام ده للنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في جلسة الحساب الختامي للحكومة في مجلس النواب سأل وقال يعني ايه وزارة وشركة زي مصل الطيران عندها كل المشاكل دي وفي تلاتة وعشرين تعين تلاتة وتلاتين مستشعار تلاتة وتلاتين مستشعار مستشعار لايه هي الخيبة بالويبة بتحتاج مستشعارين ما انطور نفسنا عندنا فرصة احنا بلد بنتباهى بانه عندنا شبكة طرق عندنا مدن جديدة عندنا مطارات جديدة بدل ما نزود الاقبال وبلد مركزية هو بتربط الشرق بالغرب وطأس رائع وحاجات كتير جدا مش عارفين نستغلها وتذكرنا من اغلى التذاكر اقوم عين تلاتة وتلاتين مستشعار في سنة في شركة واحدة ليه مجاملة المين مين اللي بيعين مين المسؤول هترده على مجلس النواب تقولونه ايه مثل هذه الاشياء تزعل في بلد يجب ان يكون عنوانها الرئيسي وهي تتقدم للامام نحن نحارب الفساد على نام وعلى مرأة من الجميع في بلد يجب ان تنتهي من فكرة السنديق الخاصة والسادة المستشارين اللي بيجوا من جهات مختلفة وبياخدوا فلوس فوق الفلوس والنتيجة مفيش شركة خسرانة يجب ان تمنح اي مزايا الجواب عند السيد وزير الطيران الذي اطق انه سيكون لديه اجابة